هل قد حامي جوال بالو تي في وعطيها الدعم في واسطة يعني انت تقدر تفوت تعلي صوتك عمدير اخبار لا وقفت انا بس بعلي صوتك يعني يا ما بيصير فيك لا بيصير في مشكلة بين اتنين وبتعلي صوتك وبتصير يعني ما بعم قل لك بتصير انه مشكل منه يعني انه يا با جوال محمية مني محمية من حدا وما عندي واسطة ولا عندي ولا عندي شي على فكرة بس تكون عارف بس ما انو استيز روي هاشم استيز روي هاشم مش اميازك شوي عن رئيس مجلس ادارة الو تي في طوان عن باقي زاميلاتي او لا استيز روي اول شي انا برجه له تحية مش عطيك دعم بمطرح معي خلق خلينا احكي استيز روي اكيد برجه له تحية من هون وانا بعتبر كلمة حق صراحة انه لي خلاني انا عطاني يمكن شايف شايف انه انا قادرة اه جيب ضيوف قادرة حاور بطريقة موضوعية بطريقة مهنية وخليك تتقدم تتقدم اه هو بصراحة روي هاشم استيز روي واكيد جاد ابو جودة يعني مدير الاخبار لانه هو بتصير القرارات يعني جاد واستيز روي بالاخر انا هيدا الورقة هاي بس بس بالاذر هاي الورقة اخذها هلا عن حدا بيدرس بادي لانجوج وخط وما بعرف شو تشوف شو دع التواتر تبعي مش تواتر يدعم ادرس كل كلمة عمقولة اه 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 كلمات لان طيب خلينا كافر بليز على استيز روي ايه بفضل انا اللي اللي انا دعمني بالمحطة اه معنويا او قال انه لأ انا ممكن شوف بهال مراسلة انه قادرة تعطي ايجابية مال المحطة علنا انا بقوله استيز روي ووجاد ابو جودة اوكي هول التان واكيد بالاخر في انا ليش بتهمك انك من جامعة الادارة يا خي مش همبعرف انا من جامعة ساعة من جامعة الطيار ساعة من جامعة الادارة ساعة من جامعة الساد الحريرة ساعة من جامعة مستحجية انا ايه. بعمل مصلحتك يعني. لو بعمل مصلحتك ما كنت هيك. لو بعمل مصلحتك ما كنت هيك بالثورة. بوقتة ما نحنا قلنا اخطاقتي. ما بتقلي هلأ. قلنا بتيري اخطاقتي. عم بحكي بعدين. مصلحجية. وين شفتنا. يعني انت عملي مصالحي بتسيري هي وبتسيري هي وبتسيري هي. انا سيارة شي لوصلت. ما بعرف ما عم قلت لك انا بالمحطة وانت بقلب هالمحطة كمان يعني. انا فريلانس ماني موازنة. انت ما في عارف انو انا اه ما سيارت يعني. شو بدي سير. بس انا وين مصلحجية تينا شي كنت فيه مصلحجية. انو شايفنا هالبوست انو اليلطي. اخدت حوار اليوم. بعدين رح نبقى السواء. مراسل. صارت ساعة لبديك تنزلي على الارض. ساعة لبديك ما بتنزلي. مزبطة امورك. مسيطرة. لا ابدا من بالعكس. انا مش مسيطرة ابدا. وانا انتبه لو ما في او كي يعني او موافقة. من جاد ومن استذري ما يعني اكيد ما. برأيك رئيس مجلس الادارة الاو تي بي. اه عم يقدر يشتغلها صح? او في مطارح اخطأ فيها. هالاخطأ بشي? ادتا نشوف رأيك. ما عم عاست لقاله. استاذ راي اذا اخطأ. اه. 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 انا اللي بقوله. انا من تجربة يعني شخصية على الهواء من الحوارات يعني. انو اي جرب كتير بمكانا ما يخلي هالمحطة تكون للكل. كل الرأي والرأي الاخر. انو نحنا مش ضروري بس فقط تكون مؤسسة بس حزبية. بتطلع عليها بس طيار الوطن الحر. واصلا اصلا طيار هو اللي مدئده للجميع يعني بتسويات وبكزا شغلة. جرب انو تكون هالمحطة فعلا هي للجميع. ويشهد لالو. يشهد لالو. باكتر من مطرح بيتبرو اوقات فجأة بيتبرو انو مسلا هيدا الشي اللي قطع ما بيمثلنا نحنا كطيار على الوتي في. انك مقدمة نشرة او قصص يعني بالسنوات السابعة مضروري هلأ حاليا. ما بعرف هيك هول التفاصيل انا ماني ماني مطلع عليهم يعني بصراحة. بس انا سألتنا تحديدا على استاذ رايو على المحطة. اللي بقوله اكيد جرب يعني بس انت بتعرف انو انو لحاله كمان حطها بدا تمويل بالاخر. لنكون واقعيين والكل لازم يحط ايدو بالوتي في اذا فعلا بدا تكون شي شي منافسة. يعني ما اخطأ ولا اخطأ? اخطأ بشو اخطأ? يعني بتوجه الوتي في كيف عم بوجهها? لا انا من نسبة لا لا ما علي. انا عندي رأي واضح. ليش عم نشوف? ليش يوم عم نشوف? خب ما بديك ما بديك تعطي ولا ايا شي سلبي او هيك تعطي. عم قول رالف انا جدا جريئة يعني بقول بدي اياه علنا. انا بقول انا مع الحوار. اليوم شنفيك فائد الجرأة على فوق كتير. عم قل لك لانا عمزون كلماتي. ايه. عم قول الحوار اللي بينفتح على الجميع لانه هاي محطة بدا تكون للكل. يعني انا عم قل لك هون معه استاذ راي بصراحة وعلنا يعني بكتبونا على. جوال جوال بيونيس بالفترة الاخيرة عم نشوف على ضيوف من جهة وحدة. يعني بفترة معينة شفنا في تنوع. هلأ منشوف تواجه الضيوف لمطرح واحد. مش مزبوط. وين شايف هيدا الشي? ما في تواجه للضيوف من. لو. وين يعني انه بس سؤال. وين شايف انه انا بطلت طلع اشتراكي او مستقبل او. قال له. قال له كتير. انت بتعرفي هيدا الشي. بس نحن بعدنا. يعني ازا انت ازا انت هلأ بديك تقول لي لأ مش مزبوط بتكون منك موضوعي. طب انا اقلو بالنسبة لحواراتي اليوم كي معي عضو اللقاء ديمقراطي شخصيا انا كنت هلأ على الهواء وشكت. اه اللي هو الاشتراكي. يعني اه وقبل. يعني منك ملتزمي. منك ملتزمي بهيدا توجه انت بتقولي. لا انا رالف لي شو في توجه عام يعني. مبارف انا عم بسألك. انا عم انا التزم دائما دائما بتحرك تحت سقف الادارة. شو انا خارجي يعني عن الادارة. بس هيدا انه ما بقى تستقبله. انه ما في حدا تاني يطلع. بس فيه. ما واضح انه عم يطلع بس. بس حتى حتى في قصص مسلا انت نقول. واضحة يعني انه كأن خفت حديتك بالحوار. كأنه ربما طلب مني كروء شوية جوة. ابدا ولا حدا طلب مني. وصراحة انا عم قل لكيها. ولا خفت حديت الحوار. انا بحس انت مش عم بتتابع بقى. لأ هلأ ما تتهميني ما عم بتتابع. بلأ مش مزبوط. انا الاصداء اللي عم بسمعه انه كتير كتير. كنت كتير عم بتهجم الطيار. بعدني بعدني بهجم الكل مش الطيار. بس خفت الحدية والطريقة. عن جد انه ياريت بلأ بعت لك لينك حلقات. طالع معي سيزار ابي خليل وكزا حدر جورج عطلة. وسألهم عن جد يعني ايام بيطلعوا الطيار زعلنين مني. ليش ثلاثة عند الوزير جبران بسير وضحت وجهة نظرك انك انت اه كيف عم بتحاوري وكيف عم بتلعبي محام الشيطان عالطيار وكل هالقصص. لحظة 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 اول شي منا لك طلعت عند الوزير بسير ومين قالك كان هيدا هو اساسا نجول لقاء. مش هيدا جول لقاء. انت طلعت دو من مجموعة وباللقاء نحقها. لا قلطان اللي خبرك كتير اخطاء ومعلوماتك. لكن زيارتين. اه مدير يعني مترددة. بتتردد كتير عند الوزير. بتتردد كتير يعني عند الوزير بسير. اول مرة مع اسم الاخبار. انا اقل حدا بتردد. انا اقل حدا بتردد وما بطلع يعني انا ما ولا مرة هيك. اوكي. شو كان لك الموضوع على اللقاء? ايا واحد منهم. الليلة وحدك. مازالة عم تقولي في واحد لوحدك. الليلة واحدة. اه. لا عم قللك انه مش اه مش انا كل يوم بتردد لفوق يعني بس كان اه نقاش عام بمواضيع الساعة وكل شيء. اه. اسئلة بتطرح على بيلك طرحتها كمان. اه. وشو وصلت الرسالة? فاكيد في رسالة. شو لازم ايه اكيد شو طلعت الشابقة هو. هلأ بهذا الوضع كتير مشغولين الوزراء والنواب وعم بيشوفو كم شفنا شو صاير كان. انا ما طلبت شوف ما طلبت يعني انا. هو طلبك? مش. هو طلبك. هلش زبت السؤال. لا اه هو استدعيك يعني? هو استدعيني? شو استدعيني رالف? انت هين عايش? ميم دي استدعمين يعني? انا عايش بلبنان عادل. شو اول مرة? شو اول مرة? شو اول الرغبة اني ناقش وما كنت طلعت يعني بالعكس انا عا فكرة الوزر باسيل بحترمه كتير وآآ طلعت هلأ قوة وحكينا. سؤال اللي اللي سؤلت اجبت عنه اسئلة وانا طرحت كذا سؤال. شو سألك? هوني ما خصك شو سألني? لانه ما جلس بالامنات. هلأ قدي يعني. اذا انت عامل محضر درسك منيه ما لازم تسألك. اما انا قلت لك شو سألت لي لا مش مزبوط. قلت لك شو الحكا معك? قلت لك اول شي قلت لي تلاتة. عن موضوع مهجمتك للطيات. لا مش هيك ابدا ابدا. كان فيه كان فيه شيء بالحديث عن هاي الموضوع ما تقول لي لا. لا مش مزبوط مش هيدا الاساس الموضوع. اوكي. طيب. عن جدرا. هلأ مش راح اضلني يعني شو بدي اثبت مصدقيته. لا انا بتعرف. لا لا هون عم بتحسسني ان انا مصدقيته غلط. انا على. لا بس اتي ما بقيت اتي ما جلس بالامنات. ما جلس بالامنات لانه هيدا لقاء يعني كان بعيد عن الاضوة. وانا طلعت هيك لا يعني اه قراءة عامة للوضع. يمكن سألني بعض الاسئلة وانا اجبت عليها. ووضحت قصص كتير بس مش انه ليش عم بتهاجم الطيار اصلا ولا مرة على فكرة بيسأل الوزير بيسير ليش عم بتهاجمه الطيار. وبيعتبر انه اذا الطيار مش قادر يدافع عن حاله. فمش الاوقات بعد المؤسسات واوقات بعد اه المراسلات والمراسلين. بتمول الاحزاب مراسلين والمراسلين. اي 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 اي. في اشخاص بيرتشوا هامنا يعني دانيز رحمة يلي هي من اهم الريبورترز والاقدم. قبل مرة خبرتنا انه ادي اجيها وعرض عليها رشاوي من احزاب. ما بعرفين اشو حاكي. اي اي اه فالفكرة يلي بدي واصلكيها هل صحيح الاشاعات يلي كانت تطلع على جوال انه الطيار كانوا يدفعوا له. اه هيدا سؤال بتسألو. لا انا بسألو له الكل عادي. لا رسيس الطيار جبران باسيل. جبران باسيل. انا بسألي كيرا اليك انت جوبيني. او اسألو لا ما بعرف بركيلا. حيال لا نيب نيب ريس بوساع بسأل اه طيار يعني اللي هني طيار وطني حار. لانه بيتفعو له. جوبيني اليك. جوبيني انت. عيب. هيدا الكلام عيب. لانه عن جد. انت هلق بق اليوم بس عايشة من معاشر او تي في. انا بشغيخ كزا شغلي ريال فانا. براح احكي عن الديار. انا كنت لحزا قبل الديار هو شوية بما تعمل لي هلقصاص. اه انا هلق هلق حيال لحدة بالطيار الوطني الحرقة تحديه على نن. يكون عاتيني الف ليرة. اصلا انا ما بقبل. عالننا. خلينا بس اك فوت معك شوي على اجواء الديار. مؤخرا شفناك عم تكتب منشات بالديار. مم. مع انه عمرك اه بعده صغير يعني عالطا بنشوف اللي بيكتبوا منشاتات اه بالصحف وبالمواقع الالكترونية بيكونوا ناس كبار مخدرمين. مم. ليش جوال بيونس عم تكتب منشات بالديار? وليش اللي بتقوليه بالديار ما بنشوفك بتقدري تقوليه على الاو تي فيه. او ما بتقوليه بتستسنيه عن الاو تي فيه. ليه انت عم بتقرأ ارتكلياتي بالديار. انا بتابع كل شي انا صحافي بتابع. وين شفت شيء اه حتيته ديار ما كتبته ما حتيته او تي فيه. ما بتقولي ما بتقولي مية بالمية. لا هلأ انت هلأ يعني شو جيه تلعب. ولا والجو بحطه اما كان. لا بس العناوين وطريقة الجو وكل شيء لا مش كل شيء بتحطي فيه قصص بتركية. هيدا هيدا صح يعني ما فيك تتعطي كل المؤسسات نفس الشيء. ايه بدي قللك شيء انه بالو تي فيه ولا مرة جي اجي حدا على عكس كتار ما بيفكره يعني انه. يا لطيف بقلنا ما تحطوا هاي المعلومة وما تقل. رالف انت بتعرف قدرة واحد بالو تي فيه ما حدا بيجي بقللك ما تحط هيدا واكتب هيك والتقرير عمله هيك ولك حتى جاد يعني نحنا بنكتب تقريرنا بيقريه جاد يعني للقراءة ازا فيه هيك تصليح بس ما ولا بيتدخل بالمضمون للامانة يعني. انا ما قلت هيدا الشيء. لا عم قللك لانه بكتب انه بشكل معاكس مش مضبوط هالكلام. اه دي المانشات اي انا بصراحة اه في كزا 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 اوفر من اه وابسايتات اجوني اخيرا لحطى اكتب سياسيا ومشهد سياسي. بس الديار يعني استاذ حنى لان انا عم بتعطى مع استاذ حنى ابنه لا استشال وكمان او بشهله تحيي لان بعتبر عن جد الهاي الخطوة الكتابة ملنة سهلة ملنة سهل اه ادي الكاميرا انا بحس الكاميرا اسهل من انك تكتب. يعني الكتابة بدا كتير اتصالات بدا نفسه. ولو ما عندك انت شايف انه عندي شي دقة اهم شي دقة مش اي اكتب لا اكتب. انه انا كتبت يا بار. مصعد. مصعد المصوقة. ما كان فكر فيه يعني اول شخص فكر فيه اكتب مقالات وشايف صار مقالاته انه لا فيها معلومات وعرض علي ان اكتب ماشات الصفحة الاولى اللي هي متل ما قلت رالف ما انه يعني بدك وقت لا تكتب ماشات وبدك تكون مخضرم يعني بالصحافة وبالسياسة وعندك علاقات. اه عم بقدر عم بقدر على على قد ما ما فيه يعني اه انه اكتب الماشات وهي دا بعتبرها شي كتير بوزيتيف يعني نقطة بوزيتيف لقلي انا لانه اه مهمة مهمة كتير تثبت كمان بالا بالكتابة اسمعك وهون اكيد الفضل مش فضل بس انه انا يمكن شايف فيه شي واخدني لديار بالوقتي اللي كزا جايك عروض من غير وابسايتات هلا. كتير عن جد كتار كتار في كتار. مين? اه في في اسمع مثلا اه ما بدي اذكر اسمع عنها. عطينا الاسمع المهمة ما تعطينا اي في كتير وابسايتات اه اه كتار. اه في مرة استاذ اه سيمو ابو فاضل. اه للا حتى اه جرب نعود ناخد كافي يعني. كرتيني بجوزاف ابو فاضل شو عملت فيه بس انتي لسيمو. لا بس انه على الكلمة اجاني داي لبيروت ميديا فاكترز نيوز ما بحفز انا حافزتون اه في كتير وابسايتات مهمة بس نسيتون اجاني كتير عروضات وهيدا الكتابة يعني من ورا التويتات على الحكومة. اللي بحطن انا عالسوشال ميديا واكيد نورا ما قالت بالديار يعني ففتحت لي نافذة بس انا ماني قادرة صراحة با اه اكتر اكتب الا بطرح واحد.